مرحبا مشاهدين الكرام مجددا في هذا البرنامج الذي نصلت من خلاله الضوء على تجارب الشباب الراحلين إلى دول أخرى وما الذي تعلموه هناك لدينا خلال هذا البرنامج اليوم مارلين الرملي ولكن ستعرفنا أكثر عن نفسها وعن التجربة التي حضيت بها في الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا على استضافة أنا مارلين الرملي من محافظة صلاح الدين من العراق مديرة قسم تمكين المرأة والأسرة والطفل وأيضا أعمل على مكافحة التطرف العليم في المؤدي إلى الإرهاب أو ناشطة مدنية بعديد من القضايا المجتمعية مارلين كنت في الولايات المتحدة وقد خطي تجربة جيدة في هذا الجانب وتعرفت على مختلف الولايات أعتقد أنه كالعادة تم تسلط الضوء على مسألة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة خاضت صراعات مسبقة وتأكدت بأن هذا النظام هو الأفضل بالنسبة لها هل وجدت فعلا بأن تطبيق مثل هذا النظام اليوم على الدول العربية الأكثر تعرضا للحساسية حساسية النزاع سيفيدها أيضا؟ مبدئيا أنا أعتبر هذه التجربة انتقالة نوعية بحياتي أنا شخص من قرية حتى قرية نائية يمنع بها حتى إكمال حق التعليم للفتيات فكوني الآن مسافرة هذه المسافات إلى دولة مختلفة ثقافتها مختلفة فهذا بحد ذاته أن يعتبره نفسي هو إنجاز أني وصلت لهذا الشيء أما بالنسبة لتطبيق الفيدرالية بالتأكيد لو طبق هذا الشيء بالدول العربية مؤكد راح نحظة نخلصها من كثير من الاشكاليات نحو الأفضل نحن كعراقيين نفتقد للحرية الحرية ليست المبتذلة حتى لا البعض يفهمني لكن هل وجدت تلك الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتبرها أرض الحرية وشفت هذا الشيء كافي أنه الشخص ممكن يعبر عن رأيه بكل حرية هذا الشيء المعرف أيضا بأن هناك فوارق تميزية من ولاية إلى ولاية أخرى تختلف وأيضا ليس هناك هامش الحريات الكامل كما نتوقع دائما هناك نوع من التقييدات في مختلف المسائل ربما الدول العربية هي أكثر تعرضان لهذه الجزئية وأكثر تعرضان الانتهاكات لكن الولايات المتحدة لا نستطيع إنكار بأنها أيضا ليس لديها هامش الحريات الكاملة على أقل تقدير نحن نريد أن نعيش بأمان نحن مفتقدين لهذا الشيء كوني أنا اليوم أعبر عن رأيي وثاني يوم يتم إقصائي بطريقة معينة سواء تدبر لقضية أو أغيب أو أقتل أو تهدد عائلتي فهذا هو الأشي الذي لم يسموح به نحن كعراقيين تعبنا من الحروب نطلع من حرب يعني أنا موالدة التسعينات نحن نطلع من حصار نأتي على حرب نطلع من حرب ندخل بحرب أخرى يعني حتى الحروب التي لم ندخل بها يزجوننا بها نحن كأبرياء يدخلوننا بالحرب وما علاقة المرأة فيما يتعلق بالحروب؟ ما الذي يمكن أن تضيفه المرأة وقيادتها للتخلص من هذه الحروب؟ المرأة هي المتأثرة المباشر بكل ما يجري بيئة العالم سواء على مستوى المناخ والبيئة سواء على مستوى الأمن سواء المتأثرة الأول هي المرأة باعتبارها أنه هي يعني الشخص اللي مهتم أكثر بأمان وتدبير أمور العائلة بالإضافة الأخرى إلى أنه هي تنتلك حاسة يعني بعد أعلى من الرجل نباهة أكثر النظرة إلى الأمور بتفصيلية أكثر وبدقة أكثر فالمرأة من أول يعني أول شيء متأثر ما الذي قدمته الولايات المتحدة للمرأة؟ ما الذي يعني تعرفتي عليه هناك فيما يتعلق بالقيادات النسوية طالما وأن البرنامج بأكمله كان يركز على هذه النقطة بشكل كامل هل يمكن مثلا أن تقتضي بي لنا هذه التجربة ببعض العبارات؟ يعني وحدة من هذه الأمور أنه نسبة المشاركات بصنع القرار أعلى أعلى من عندنا نسبة النساء اللي يتولن مناصب أعلى المشاركات أيضا على كافة مجالات العمل أيضا ألا تشتكي المرأة هناك؟ ألا تشتكي من أشياء مثلا تمييزية؟ ممكن ممكن أنه يعني لاحظنا بعض الأمور وبعض التفصيلات كيف تعمل إذا المرأة على تجاوز تلك التفاصيل؟ هل لديها حركات معينة أو جهات معينة تقوم بها لمقاومة مثل تلك تمييزات الجندرية حتى وإن كانت نسبتها بشكل أبسط من مختلف أو الدول الأخرى؟ هو توجد منظمات ومؤسسات تعمل على دعم المرأة سواء على مستوى منع التمييز أو هذه الأمور لكن أنا برأيي أنه الشخص يبدأ من نفسه يعني أنا سبق وذكرت أنه أنا من قرية لو أنا وما بها أي مؤسسات تدعم المرأة وإنما بها مجتمع يحطم المرأة ولا يقبل بنجاحها ولا يقبل أنها تطلع أو أي شيء لكن أنا كنت ثائرة على هذا الواقع وتحديت هذا الأمر فبرأيي أنه البذرة تبدأ من الشخص نفسه الشخص إذا ما كانت عنده إرادة إذا ما كان عنده حلم وطموح وهدف يريد يصل إليه فكل مؤسسات الدنيا ما راح تساعده تبدأ ولكن مع ذلك ستتأثر بالقوانين التمييزية والبيئة التعقيدية وما إلى ذلك أشبه بأنه شخص عنده موهبة فما يقدر يبدأ إذا ما تصدقل هذه الموهبة سواء شعر أو رسم أو نحت أشبه بهذا الشيء إذن في الختم رسالتك الأخيرة رسالتي الأخيرة أنه المرأة تكون قوية تكون معتمدة على نفسها يكون عندها هدف ويكون عندها طموح وكل يوم تعيش بيعني تنطي رسالة لنفسها لأنه ممكن هذا آخر يوم راح أعيش بعمري ومن أخلي راسي على المخدى أريد أنام لازم أن يسوي إنجاز بهذا اليوم ممكن يفيدني ويفيد مجتمعي شكرا جزيلا لك وأشكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا